موسيقى والمهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة كما حضر الاجتماع المهندسة هويد النوبي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة وعبر الفيديو كونفرنس علي السيسي مساعد وزير المالية ووليد عبدالله رئيس قطاع المؤزنة العامة بوزارة المالية وفي مستهل الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال سلسة أشهر كما أوجه بالمتابعة الإسبوعية لأعداد المواطنين المتضررين والذين صرفوا مستحقاته ومن جانبه صرح المستشار محمد القمصاني المتحدث لأسمه باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جال صرف مليار ومئة واثنين واربعين مليون زنيه للمستحقين في محور عمر بن العاص وكذا توقيع الأقود مع المستحقين بأحوال جزائر قسم أول وجزائر قسم ثاني وبحر جمصة والخلفية والبهات على أن يتبقى 12 حوضا تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها وسيتم الصرف خلال سلسة أشهر كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحوري عمر سليمان وكمال عمر حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متأثرة وتم فعل الصرف العدد من المستحقين وجاري الاستكمال إذن عقد الدكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزارة اليوم اجتماعا لمتابعة إجراءات صرف تعودات المتضررين من المحاول المرورية والتي تنفذها وزارة الإسكان وذلك بحضور أحمد كاجوك أزيل المقلية والمهندس شريف الشتبيني أزيل الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة والمهندسة هويدا نوبي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة وعبر الفيديو كونفرنس على السيسي مساعد وزير المالية ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وفي مستهل الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال ثلاثة أشهر كما وجه بالمتابعة الإسبوعية لأعداد المواطنين المتضررين والذين صرفوا مستحقاتهم ومن جانبه صراحة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الاسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جارئ صرف مليار ومئة واثنين واربعين مليون جنيه للمستحقين في محور عمر بن العاصر وكذا توقيع العقود مع المستحقين بأحواض جزائر قسم أول وجزائر قسم ثاني وبحر جمصة والخلفية والبهات على أن يتبقى 12 حوضا تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها وسيتم الصرف خلال ثلاثة أشهر كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحوري عمر سليمان وأكمال عامر حيث تم تنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوفرة وتم بالفعل الصرف العدد من المستحقين وجاري الاستكمال مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لنهاية تغيير تقطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة